دعاء مكارم الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآل واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظار وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعوج وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يصبق مغتك إليه أو يستحك ما غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة فينا قصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقاء ومن عداوة الأدنين الولايات ومن عقوق ذوي الأرحام المبرى ومن خذلان الأقربين المصرى ومن حب المدارين تصحيح المقى ومن رد الملابسين كرم العشرى ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرى على من كايدني وقدرة على من اطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبئر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذك وأن أشكر الحسناء وأغضي عن السيئاء اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكذم الغير وإطفاء النائرة وضمي أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة وليل العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحيق والقول بالحق وإمعز واستقلال الخير وإم كثرة من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البداع ومستعملين رأي المخترى اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبير وأقوى قوتك فيي إذا نصيبت ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرى لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وأحصاء لمننيك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفاد ومن عفوك قصاد اللهم إلى مغفرتك وفاد وإلى عفوك قصاد وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثيقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاب واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصوا وأبخل نفسي من نفسي ما يصلحوا فإن نفسي هالكة أو تعصما اللهم اللهم أنت عدتي إن حزينت وأنت منتجعي إن حرينت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجداء وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرأ عني بلطفك واغضني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعا ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندى اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيه اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إسرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذ الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقي وأستعطي شغار خلقيك فأفتتنا بحمد من أعطاني وأبتلى بذن من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسم في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وأنهجني إلى محبتك سبيلا سهلا أكملني بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبلا وأنت مصل على أحد بعدا وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين